السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة اهلا لو انت جديد معنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولايك وشير لو الفيديو عجبك ان شاء الله طبعا بناء انا على طلب كتير جدا من متابعين القناة اه كراءة الكراءة العاطفية لموليد برج السور هنقول للنهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج السور شهر ابريل ان شاء الله بس الاول عايز اقول لكم على حاجة ان الاول ان كل موليد برج السور فلكية في دعم كبير وحظوص كتير رغم انك مش حاسس بدا دلوقتي بس على اقل حاسس ببدايته اغلب الحظوص سواء العاطفية او العملية او المالية هتكون متتالية ومفاجأة بشكل كبير لك اما عاطفيا الفترة دي هتحس انك عايز تبقى مستقر ومش عايز تدخل في اي جدال او مشاكل معطرة في التين نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم القراءة العاطفية لموليد برج السور في الاول بسم الله الرحمن الرحيم شايفة تاك تاك الترابية يا برج التور في طاقات نارية وطاقات هوائية في حالات انفصال كتير شايفة حالات انفصال كتير اه الاسباب اه اسبابها بتنحصر ممكن ما بين خيانة اه خزلان احساس بان الطرف التاني اه اناني او غير جدير بالعلاقة يعني وهنا ممكن القراءة تكون عكسية يعني ممكن يكون ده احساس عندك او عند الطرف التاني في بعضكم عايش في حالة حيرة وتردد يعني اه الحيرة وتردد دي لبعضكم سببها ان رجوع الطرف التاني او الطرف التاني عاوز يرجع في بعض منكم لان انا شايفة فيه هنا حالات كتير قدامي اه بحب اقول الكراءة مش مجرد ان انا بقرأ كرت او اقول على الكرت وخلاص اه اه الكراءة الروحانية اني لازم اشوفها من كل جوانبها بحيث ان في الاف بيسمعوا يعني على قد ما اقدر تنطبك مع مع اغلبكم ان شاء الله اللي عايش البعض منكم اللي عايش في فترة حيرة وتردد ده بعد رجوع الطرف التاني مش عارف ياخد القرار يعني مش عارف ياخد القرار سبب حيرته يعني ان هو مش عارف ياخد القرار يرجع له ولا ينسى العلاقة ويبدأ من جديد ده السبب اللي انا شايفه قدامي اه في بعضكم كان فيه علاقات مع ابراج هواية اه في فرق في السن فرق في السن مش صغير اه اه العلاقات دي ممكن الطرف التاني فيها بعضهم كان متزوج وممكن اكتر من مرة يعني مش الزواج مش مرة مش مرة واحدة اه شايفه كمان ان في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الاهل بصوا العلاقات اللي فيها فرق السن دي على فكرة الطرف التاني بيحبك جدا وعايز يعمل عشانك حاجات كتير اه بالزد ان هو كمان يعني احساسه ان هو كان عنده تجارب سابقة قبل كده اه يعني هو في علاقته بيك مش عايز يقرر حاجات كتير مرت في حياته يعني حاجات مرت في حياته هو ما حبهاش اه مش عايز يقررها معك هو عايز يبدأ معك من جديد انت كمان يا برج السور شايفة كتير منك وعايزين علاقات جديدة يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة بس عايز اقولك ان في الفترة دي برج السور احذر من التهور يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة اه في الفترة دي كمان يا موليد برج السور انت بتحس شوية بلغبطة في حياتك يعني اللغبطة دي او الارتباك ده انت بتحس بيه ان هو بيأثر عليك بيأثر عليك بالسلب يعني اللي هو حاسس انه موقفك يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك سواء عمليا او عاطفيا بتحس يعني انت انت كمان حاسس ان في جواك جرح وهنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي واحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده سبب وايه بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت بتتظهر بالقوة يعني انت من قدام الناس مش مش مبين يعني مبين في موقف قوة في جمان حاجات انت بتحاول تكتشفها او عايز تعرف حقيقتها حاجات كده بتنعكش فيها في الفترة دي بس ده يعني هيحصل ان شاء الله يعني هتحصل على آآ عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله برج الصور انت بتفضل تفكر في اللي فات كتير يعني شايفك بتفكر في اللي فات كتير جدا يعني بتحس ان ما فيش حاجة او علاقة بتكمل معاك خالص آآ هنا لازم اقول لك وبقولها على طول ودايما وكل كل برج بشوف نفس التفكير ده ان آآ انك لازم تنسى اللي فات يعني لازم تنسى اللي فات وتبص لقدام في علاقات معينة طبعا يعني دايما اللي بيسمعني ياخد باله يعني يعني اني بقول لناس كتير فاحنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كزا آآ علاقة او الاراية اللي قدامي هقولها آآ بكل الطرق الممكنة اللي الكارت عاوزي وصل هولي. فهنا في الحالات اللي زي دي آآ انك تبص لقدامي يعني طبعا زي ما قلت آآ لان انا قلت لك في الاول ان كل الحظ في طريقك. فبلاش انت بطريق تفكيرك تعطله. لان احنا لما بنبقى طريق تفكيرنا سلبية وافكارنا عن نفسنا سلبية او عن الحياة سلبية فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي. فهنا انا بقولك لأ انت اللي قدامك حلوي جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص آآ ومبطل طريقة التفكير دي امورك كلها هتتحسن ان شاء الله. وهتشوف حاجات كمان ما كنتش خبالك منها. يعني آآ كأن حد على عنيه غشاوة كده وتشالت. وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطفيا بس. آآ تعالوا بقى نشوف شوية كده بقى النواحي للإيجابية يعني اللي انا شايفاها في الكراءة آآ بالنسبة للمنفصلين البعض منكو تفير جوع للطرف التاني. لان انا شايفة هنا ان الطرف التاني او الحبيب بيفتقدك جدا بيفكر فيك دايما. يعني في حاجات كيب بتحصل بينكو كلامكو تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في الذكريات. فآآ يعني شايفا اللي هو تفكيره فيك مش مش بيلومك. بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعث لك آآ طاقات ايجابية. آآ آآ برج صور عموما انتو عندكو آآ امنية او على طول بتدعو في حاجة كبيرة نفسكو تتحقق او نفسكو تحصل. آآ هي هتتحقق ان شاء الله. وممكن كمان نقول ان هي بدأت. يعني ان هي بدأت تتحقق في الفترة دي بس هتحسها بالتدريج. آآ في امور سيئة على مستوى العلاقات العاطفية. امور سيئة بتنتهي. وفيه فرحة جاية ان شاء الله. آآ برج الصور في علاقتك مع الابراج المائية. الابراج المائية اللي فيها انفصال. آآ العلاقة كان فيها سوق تفاهم دايما يعني. ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكم. الطرف التاني هنا آآ حاسس برضو انه تزلم بالعلاقة. وانه قدم كتير وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوق التفاهم. يعني هو فيه سوق تفاهم بينكم وانتو الاتنين. لان شايفة احساس ده عندك وعند الطرف التاني برضو. يعني ما كانش حد فيكو قادر انه يفهم التاني آآ رغم ان انتو اللي اتنين حوالته. آآ شايفة برضو فيه انتصار ليك يا برج الصور. ان شاء الله. وده برضو قريب. آآ آآ يعني بالذات ان شايفة ان فيه كتير منكم عنده احساس بالظلم والغدر. وده ممكن كان آآ في وجود او معه علاقات ترابية زيك. بس ان شاء الله نصرك قريب. الظلم اللي انت حاسس به ده اللي عندك مش في العلاقات العاطفية بس. آآ في بعضكم حاس بيه من ناحية الاهل. في منكم قرر يبعد. يعني هما ممكن ما يكونوش اهل قوي. آآ المهم ان هما ناس قريبة منكم. بطمينك برضو يا برج الصور لاني شايفة يعني برضو انك عندك حلة قلق كبيرة. عند كتير منكم. يعني بطمينكم انها هانت والامور هتتحسن للافضل ان شاء الله. تحسن في امور كتير ومواضيع في طريقها للافضل ان شاء الله. يعني انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة. يعني وجه عليكم وقت آآ حستتوا ان خلاص صبروكم خلص. بس زي ما قلت هانت وفرح كتير مستنيك ان شاء الله. يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة. يعني مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوضوا بحاجات كتير قوي. يعني انا شايفة فيه منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة. يعني فيه منكم عاوز استقرار في حياته كده الحياته الخاصة. فشايفة ان حتى في الحالة دي انت هتتعوض بحاجات كتير قوي. بس مطلوب منك انك تعيد حساباتك. يعني لازم برج السور يعيد حساباته وطريقة تفكيره في امور كتير. عشان التغيير ده يحصل. شايفة هنا علاقة مع ابراج نارية. فيه في حياتك يا برج السور. يعني فيه في حياتك حد حبيته قوي. يعني حد. يعني حب ما حستوش قبل كده. حسيت ان ده اكتر حد بيفهمك. يعني انا هنا شايفة قدامي فيه حالة حب انت مريت بيها. آآ يعني كانت بالنسبة لك اصدق حالة حب انت مريت بيها. الحالة دي انتو فيه تواصل بينكم. فيه تواصل بينكم كبير. العلاقة دي انتهت فجأة. فجأة ومن غير مقدمات. انت نفسيتك تعبانة. اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا. عايز تعرف ايه اللي حصل. طرف التاني برضو لسه بيحبك وبيفكر فيك. بس انا شايفة مش عايز يتكلم على اقل في الفترة الحالية. بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف تالت. دخل فيها طرف تالت خربها. يعني وممكن الطرف التالت ده يكون آآ عبارة عن نقل كلام. ممكن يكون حسد. ممكن يكون حسد حصل للعلاقة نفسها. يعني في حاجة حصلت وبطريقة مش آآ الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة. عشان العلاقة دي تقف هي طريقة غير مباشرة. يعني ما جاتش ما جاتش كده. طريقة مش مفهومة. بس اللي قدر اقوله ان انا شايفة ان الطرف التاني في الحالة دي هو مش نسيك. يعني بيفكر فيك وبيحبك. آآ وزي ما قلت هي تقريبا العلاقة دي كانت مع برج طبعا قلنا مش لازم الابراج قوي. آآ هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال. او بيتم فيها انفصال. لان انا شايف علاقات تم فيها انفصال وفيه علاقات حاليا فيها انفصال. آآ بعضها مع ابراج ترابية. آآ فيه في الحالات دي تم اكتشاف خيانة فيها. انت بعت. آآ في حالات انت فيها بعت وانت تعبان جدا. طرف التاني برضو مش مرتاح. مش مرتاح وحاسس ان هو اذاك. آآ فيه برضو انفصال كمان مع ابراج هواية. آآ فيه شايفة اختلاف وجهات نظر وفيه مشدات كلامية يعني انا شايفة ممكن فيه تطاول بكلام. يعني محدش فيكو تنازل او حاول يفهم التاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا. يعني انا شايفة اخبط في بعض كده. فيه عند كتير. بس شايفة ان فيه علاقات هنا كتير فيها رجوع. وشايفة ان فيه علاقات يا برج الصور انت اللي بعدت. علاقات سمعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك. في علاقات انت سمعت فيها لكلام الناس واخسرت التحدي بيحبك وانت دلوقتي حاسس بده. بس احساسك ده وكأنه انه بعد فوات القواني. يعني مش يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني. انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده. اللي حصل فيها ان برج الصور هو اللي تخلى. شايفة شايفة القراءة حلوة. فيها جانب كبير ايجابي. شايفة فيه رجوع بنسبة كبيرة. لو اتطلمنا عن مجمع للقراءة. في رجوع بنسبة كبيرة بالذات. مع الابراج النارية والهوائية. الرجوع بسبب ان الطرف التاني لسه بيحبك. يعني انا شايفة فيه حب من الطرف التاني وبيفكر فيك. ومش مرتاح وهو مش معك. آآ كمان في حاجات آآ الطرف التاني اعمال يعملها بيغير بها حياته. يعني ممكن يكون شغال على نفسه. لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معك بشكل مش كويس. او ايا كان السبب هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه. يعني هو مش عايز يرجع لك كده. يعني انا شايفة الطرف التاني هو ده حاله دلوقتي. تفكير فيك. آآ مش مش ناسيك. وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للاحسن. شايفة ان فيه علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها. وده هنا السبب آآ ممكن طرف ثالث او معاملة سيئة من الشريك. آآ في الحالة دي عايز اقولك انك لازم تشغل دماغك. عشان ترجع حبيبك. يعني فيه حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني فيه حد تاني او بيميل. لان انا شايفة هنا في حالات معينة. آآ ان فيه الشريك فيها مش خاين هو عنده تشتيط ومتلغبط. فحاول تزبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة دي. الغير مرتبطين فيه ارتباط وفي الغالب هيكون عن طريق حد. يعني هتتعرفوا عن طريق ناس مشتركة وتعرفوهم او في السفر. وفيه نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة. آآ الكراءة كويسة. الكراءة العاطفية كويسة. آآ اتمنى ليكم السعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياتكم يا رب. آآ هستنى منكم التعليقات. اعرف ايه رأيكم في الكراءة. آآ وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم. آآ شكرا مواليد برج السور للمساعدة.